بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم معكم عمر إبراهيم في سلسلة دروس جديدة لبرنامج أرشي كاد اللهم إني نويت أن أهب مثقال ذرة علمي لوجه الله وصدق جارية على روح أمي اللهم اخفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم أمين اليوم إن شاء الله هنبدأ دورة جديدة لبرنامج بيستخدم نظام البي اي ام في نمزجة العناصر ألا وهو برنامج الأرشي كاد البرنامج ده مميز وجميل ولكن ما بنشتغلش به إحنا الناس بتشتغل ببرنامج الريفت ومعتمدين عليه اعتماد كل المهندسين المعماري كذلك في مهندسين معماري في بعض الدول بيستخدموا برنامج أرشي كاد فعشان كده قررنا نعمل لهم دورة وحنستمتع بالبرنامج مع بعض أتمنى أنها تكون مفيدة أول حاجة للحصول على البرنامج بتذهب لأي متصفح وليكن أنا هزهب لكروم هزهب للموقع اللي هو المعروف اللي اسمه جيت انتو بي سي لما ندوس هنا بيجيب لي برامج مختلفة اكتب جيت انتو بي سي فهنا فهتلاقي ظهر لك البرنامج ابحث هنا اكتب في البحث أرشي كاد مثلا 20 أنا اخترت 20 كويس ومناسب لأكتر الأجهزة فأنا باختار لك دايما الشيء اللي يبقى مناسب لك بما أنك طالب أو مهندس مبتدئ أو حتى مهندس بتشتغى تدوس جو فبيجيب لك من دمن الاختيارات اهو هتلاقي اللي انت عاوزه ادي ارشي كاد 20 دوس هنا بعد كده بينقلك انزل تحت خالص لما بتضغط هنا بيبدأ يظهر لك او بينقلك لصفحة تانية عشان تبدأ تحمل وما تنساش لما هتنزل السورس ده بتحتاج باس وورد 1 2 3 هنا بيقول لك راجع شوف الكلام ده يناسب جهازك ولا لا بتضغط هنا بينقلك لصفحة تانية وبيبدأ يجهز الداونلود هيعمل داونلود داونلود على طول الريكوستد بتاعك بيجهز السورس ياما يعمل داونلود زي كده او ياما يفتحه لك تابع داونلود مانيجر ولو انا توجهت ليه التنزلات حلاقي اني البرنامج هوم ساحته 1.9 جيجا بايت قدامي مثلا ثلاث ساعات حسب سرعة النت لكن انا مش محتاج احمله الغاء الغي هنا الغاء دي طريقة الحصول على البرنامج اما التسطيب امره سهل نيكست نيكست واوامر بسيطة وهتلاقي الكراك معاه تنسخ كام ملف في المسار الخاص بالبرنامج المسار الخاص بالبرنامج بيبقى في سي حضرتك بتدخل بروجرام فايلز وبتلاقي جرافي سوفت جرافي سوفت هي الشركة المنتجة للبرنامج بتفتح هنا ارشي كاد 20 بعد كده بتنسخ الملفات الايكونة وتفتح البرنامج انا بسبت الايكونات عندي في التسك بار زي ما انتم عارفين دلوقتي عرفنا طريقة الحصول على البرنامج والتسطيب امره سهل منتدى اليوتيوب بيزعل مننا لما بنسطب برامج زي كده لان احنا بنقذي المعلنين اللي هما الشركات اصحاب البرامج دي فاحنا لازم نتبع السياسة الصحيحة علشان ما ينفعش نعتدي على حقوق غيرنا دلوقتي هتوجه الى البرنامج علشان ابدأ درسي الاول وهو هنتعرف على البرنامج بالكامل زي ما بنعمل في اي دورة شكل البرنامج من الخارج وازاي بنفتح مشروع شكله من الداخل وكل التولز بتاعتك وحنطبق اول سيستم انشائي بالبرنامج هضغط على ايكونت البرنامج بيجيب لي الانترفيس جرافي سوفت هي الشركة المنتجة اركي كاد او ارشي كاد بعد كده بيجيب لي ويندو زي كده واللي ظاهر قدامي بيأكد اسم البرنامج والفرجن وقوائم منسادلة insert tab مثلا اللي فيها كل حاجة عن البرنامج والويندو اللي ظهر ده الانترفيس الخارجي بيقول لي لو عايز تفتح مشروع جديد create a new project او لو عندك مشروع قبل كده اشتغلت عليه وسيفته هتفتحه عن طريق انا لما تختار open هتتوجه لمصارف جهاز عندك بعد كده هتختار القلب بيتيح ليك اتنين قالب انك تقدر تشتغل عليهم قالب يعني معناه ملف سابق التجهيز بيبقى مجهز فيه كل حاجة اللي بتساعدك عشان تنشئ مشروعك فبتلاقي بتقول له use a template وبتلاقي هنا سهم صغير بتفتح كده بيعطي لحضرتك اتنين template الاولاني ارش كاد residential السكني والcommercial فطبيعي انا اختار السكني بعد كده هنزل هنا هقول ان انا عايز default profile حاجة كده مش اساسي اوه اوكي بعد كده ممكن مش عايز الويندو ده لكن انا منصحش خليك دايما لما تبدأ اي شغل ممكن تقول له دو نودز بلاي زيز دايلو next time يعني لو مش عايز تشوفها فوقتي تاني يعني لكن خليها لو عملتها على checkbox ده صح يعني بعد كده تقول new علشان يبدأ يجهز الwork set plan يعني لما ندوس new new فكده بيعمل loading بيحمل التمبلات اللي انت اخترته عمل work set plan جهز لك اربع viewهات اساسيين على ارض المشروع اللي هي اللي فتحناها دا او القالب اللي فتحناها دا بيجيب لك رسالة رسالة بتاعة التيم بتاعة البرنامج حابب تتخلص منها تقول له no thank you تعمل cheap box مسلا عشان ما تظهرش تاني هنقول له no ونقول له اوكي البرنامج فتح قدامنا ونقلنا من الانترفيس الخارجي لشكله الداخلي اول ما بيفتح تحس انك شكله بيخض حاجات كده كتيرة لكن البرنامج جميل وسالس ومرن في كل التعاملات بتاعته وفي ميزات عن الريفت كمان بس على حسب الاستخدام اول حاجة التقوس والحاجات الاساسية اللي تبدأها علشان تنصك وتعرف الانترفيس الداخلي او وجهة المستخدم او وجهة البرنامج من الداخل البرنامج بيتكون من حاجات فوق كتيرة شرائط وبيتكون من عليمين خرائط المشاريع وبيتكون من على الشمال التولز الاساسية بتاعتك وتحت الستاتيوس وبعض الخدمات المساعدة وفي النص كالمعتاد بما ان ده برنامج تصميم بيكون ليه وورك اريا مساحة عمل اول حاجة اختار السهم ده بس كده عشان الدنيا تروق هنا وهفهمك واحدة واحدة خلينا نبدأ نتعرف على الكلام ده واحدة واحدة بدءا من اليمين اول حاجة اللي على يمين ده اسمه النافوجيتور او بمعنى اصح السجل الخاص بالفيوز الخاص بالمشروع يعني لو لمحت بعنيك كده هتلاقي حاجة اسمها ستورز ستورز يقصد بيها البلانات من الاخر البلانات اهي بعد كده بعد كده اربع واجهات هنبقفل كده عشان قلم لك الدنيا السري دي بيعطيك منظرين للسري دي اول حاجة الجيناريك بريسبكتف يعني منظور بيعتمد على نقطتين وبعد كده منظور حر ماشي بعد كده السكادولز اللي هي جداول الحصر والعناصر بتاعة الحصر بعد كده بيقولك البروجيكت انديكس من الاخر الجزئية اللي على يمين دي يعتبر زي البروجيكت براوزر في برنامج الريفت لكن هنا بيبقى اسمها النافوجيتور ماد تمام الخرائط الخاصة بالمشروع بتبقى موجودة هنا وحتلاقي هنا ايكونة لو اخترتها تقدر تعمل هايد للنافوجيتور ده كده لو فرضنا ان انا اخفيته لو فرضنا انا عايز اظهره حدوس على دي فحدوس على دي تاني واقول له شو نفوجيتور يبقى كده تعرفنا على اول حاجة اللي عليمين اللي هي النافوجيتور بوكس على اليسار بتلاقي حاجة اسمها التول بوكس سندوق الادوات الاساسي وبينقسم لخمس حاجات اول حاجة فيه اللي هو الري تول وبعد كده الماركي تول دولة اللي بتستخدمهم لأوامر السيليكشن لو فرضنا انا واقف اهو على الري الري اهو مثلا ولو عاوز اعمل تحديد عن طريق الماركي تول كلمة ماركي تول دي هتقابلك في برنامج الفوتوشوب برضو كأمر للتحديدات لو عايز تحدد بيش فانت عندك هنا خيارين في التول بوكس ده اللي هو الري او يا اما الماركي تول بوكس وبتلاقي تحته تلات حاجات حاجة اسمها ديزاين لما بتدوس كده بتتفتح يبقى دي الديزاين اللي بيقدر ينشئه وبتلاقي حاجة اسمها دي كومنت لو دست كده برضو حاجات تقدر تساعدك في الانشاء وبتلاقي حاجة اسمها مور برضو حاجات بتساعدك القايمة دي مارنة جدا ممكن تكبرها كده ولما تفتح كده بيبدأ يقولك ان الشيء الاولاني ده اللي ما كانش ظاهر لو لميت كده تاني لو قعدت ألم كده مش هتشوف اسمها تعامل معها مارن تمام ممكن اطلع فوق كده هلاقي موجب وقدر شدها اجيبها في النص التول بوكس بتاعي اهو كله لكن انا ممكن اشده اجيبه هنا على الجنب واسيب فبيتزبت ولو شديت من الحرف كده ألمه عشان اشوفه في الاسم قلنا التول بوكس ده بيتكون من خمس حاجات الرئي سيليكشن والماركي تول بوكس ماشي او ريكتانجل ماركي تول لو عايز تستخدم الاداء اللي هتحدد بيها براحتك لو عايز تعمل سيليكشن على حاجة فردي او حاجة كلية وبعد كده التلات عناصر الاساسيين زي الانشاء والدوكممنت والمور بكده ابقى اتعرفت على التول بوكس ننتقل بعد كده لتالت شريط وهو الشريط اللي فوق الاساسي اللي تحت اسم البرنامج اللي هو اسمه insert tab قوائم او علامات تبويب بتحتوي على كل شيء في البرنامج من حيث الفايلز والإدت والفيو من اسميها زي ما علمتك من الاسم تفهم ان انت لو عاوز تعرف كل حاجة عن الملفات بتاعت البرنامج ده لما تفتح فايلز دي هتلاقي new والopen والsafe وازاي تطبع وازاي تعمل exit والاختصارات وبعض قوائم مخفية بتساعدك يبقى ال insert tab دي دايما بتبقى علامات التبويب بتحتوي على كل التولز وقوامر التعديل وقوامر الازهار وقوامر الحركة للبرنامج خلاص اللي فوق ده بيبقى اسمه insert tab تحت الشعار بتاع البرنامج بكده نكون نتعرفنا على حاجة ثالثة بعد كده اربعة الحاجة اللي لازم نتعرف عليها standard ribbon لو انت لمحت بعينيك كده هتلاقي فيه شريط كده الشريط ده انا يعتبر بعتبره الشريط الاساسي المسؤول عن اوامر التعديل والمسؤول عن اوامر الظهور هنا في مساحة العمل يعني الظهور اقصد ايه يعني لو عايز تظهر grid عايز تظهر حاجات مساعدة زي عناصر دليلية واي اوامر تعديل زي الجزئية دي الاوامر اللي تخص الرندر واعدادات تانية تخص الpen والاندو والريدو وحاجات كتيرة مهمة في الشريط ده فاسمه standard ribbon يعني لما هتيجي تعدي الحاجات هترجع لي هنا تبص على الاوامر دي وتبدأ تشتغل بيها بعد كده عندي information ribbon يعني ايه information ribbon طيب هتلاقي تحت هنا هتلاقي كده دي مثلا tools ممكن اصحابها كده مثلا مثلا واتخلص منها عشان عليك تبقى شايفة insert tab بعد كده standard ribbon اللي فقلنا فيه اوامر التعديل وتكلمنا عنه بعد كده المساحة الفاضية دي انا شايف هنا حاجة كده شوية data هو ده ده يعتبر شريط مخفي مخفي لما بقى اعمل selection على اي امر يعني مثلا انا واقف على selection اللي اسمه الراو تمام الراو اللي هو السهم اوامر selection بتاعتي الراو والmarket tool زي ما قولنا حسب ما انا عامل selection على اي امر بيبدأ information ده يتفتح وبيقول لي معلومات عن الشيء اللي انت هتعمله او بعض خصائص انت بتعدلها للامر على سبيل المثال لو اخترت الول بصوا فتح لي information او ادوات خاصة بالتعديل لانشاء الحائط ده من حيث ايه من حيث 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 ان انا لو عايز استخدم طيب معين من الحوائط عاوز اشوف انها هتبدأ من فين وتنتهي فين فده كأنه الoption bar او information bar حسب الامر اللي انت بتستخدمه هنا بيبدأ يظهر ده لو رجعت عا الماركي حتى فبيقول لي الماركي بتاعك في كذا طريقة مثلا زي كده زي كده هتلاقي option او information دي كده كانت خمس حاجة في وجهة البرنامج تمام انا مثلا عملت selection اهو عا الماركي وحبيت عدل حاجة كده مثلا اهو ماركي تول الناس اللي عارفة فوتوشوب هتفهم الكلام ده مقصد لكن انا هرجع على الراو selection فجاب لي هنا الراو selection ما فيش اي مشاكل لو دوست اسكيب خط بعد جده هننتقل لليوتيلتس بار يعني الخدمات شريط الخدمات شريط الخدمات هو الجزئية اللي تحت دي خدمات بتساعدك زي ايه الزوم والحاجات دي الزوم واقول له النسبة بتاعت الشاشة بتاعت دي مسلا عاملة زوم بمقدار 24 ولو قلت له انا عايزها مسلا زوم اخر حاجة هو ده الوضع ده ولو دورت لو فرضنا عملت كده كأن زوم ويندو قرب كده ليها يبقى دي خدمات بعد كده الجزئية التانية دي orientation orientation ما تلعفش فيها لو فتحتها كده انت على الوضع اللي هو الزيرو لكن لو قلت له 90 حيلف الـ view ده 90 او حيلفه 180 او 270 فطبيعي مش هلف الـ view الا في بعض حالات لو انا اضطر ريف لو انا عاوز افرج عميل مثلا عن رسمة مثلا معوجة او كده واضطررت ان الـ view فorientation بعد زوم بعد كده الجزئية اللي تخص الـ scale طبعا عشان احنا ما زبطناش الوحدات فهو شغال هنا بوحدة الفيت القدم فالـ scale وقف على كده وما لكش دعو بالحاجات التانية دي طيب بعد كده هنتقل لحاجة اسمها الـ status par الـ status par ده هو اللي تحت ده ده هتلاقيه زي كأنه كلام بيوجهك لما تبدأ اي امر يعني مثلا لو اخترت الـ فبيبدأ بيقول لي enter first node of يعني اول نقطة في الـ اهي بكتها هنا واتحرك فبيقول لي complete وال يعني اروح هنا وادوس خلص خلصت الـ فده الـ status par اللي هو بيساعدني عشان الامر لو انا ايه مش فاهم شيء بعد كده اختار الادا دي واحدد الحائط ادوس كليك يمين واعمل بعد status par محتاج اتوجه الى مساحة العمل اللي في النص دي مساحة العمل دي شكلها على حسب الـ view اللي انت فتحه طب يعني ايه يعني مثلا في حاجة اسمها الـ work set plan هو جهز الـ planات اللي انا هشتغل عليها فحطي لي floor plan مثلا حتى هنا highlight عليها في حاجة اللي اسمها stores اللي هي كأنها plans او levels يعني فبيقول لي ان ده plan فالاشكال او اللي فيه على حسب ما انت فاتح يعني مثلا انا فاتح هنا ايه floor plan طب لو رحت ابص على الـ 3D فابصوا ده شكل الـ 3D الادوات اللي فيه مختلفة عن طب لو رحت ابص على الوجهات هو هنا مسلا فاتح لي view تاني يخص خلينا اروح ابص على الوجهة دي فمن الطبيعي حلاء والخط بتاع ابص على الاخيرة دي اه ده كمان مجهز لي sheet وقالب ما شاء الله زي الفل يبقى الشيء اللي هيجري هنا كview ارسم اللي انا عايزه حلقية سمع في sheet اللي هو جاهز اللي هو هيعني جاهزة وليها frame وجاهزة هنا حتى هنا بيقول لي ان دي floor plan يقصد هنا floor plan لو غيرت الاسم هيغير هنا لو فرضنا ان انا هستغني عندي عشان مرحلة سبقة الاولة يبقى work set plan 3d ومثلا وجهة تمام التولز اللي بتبقى فيها بتبقى على حسب النوع ده او حسب view ده يعني لو رحنا لل floor طبيعي حلاقي الاربع كاميرات اللي هم بيوروك الوجهات او بيطلعوا الوجهات لو استغنيت عن واحدة من دي وعملت لها delete هتلاقي ان الوجهات الاربعة دي واحدة من هنا اختفى حتى هو هيقعد يسألك كذا مرة انك لو عاوز تعمل delete لو عملت selection وقلت له delete فحيقول لي اهو اسئلة كتيرة بيقول لي اني حعمل delete لل view point اللي هو يقصد هنا برضو ال plan يعني خلاص شكرا قلبة قبيض فانا حروح مسلا ال view حلاقي اني عندي grid وعندي الاحداثيات العالمية الثلاثة ال x وال y وال z بما اني واقف في 3d view لو رحت للوجهة فطبيعي حبقى شايف levels المستويات بتاعتي وازبطها بيقول لي اني ده floor 1 وده ال roofs ده اتنين levels موجودين مع التمبيلات اللي احنا فتحناه فده تمبيلات مجهز فكده يبقى برضو عرفنا ما يخص مساحة العمل بعد كده هيبقى في كل views من دي في قائمة اخيرة القائمة المخفية السريعة invisible quick menu يعني ايه لو دست في الفاضي هنا فحلاقي قائمة اهيه بتساعدني دي انا باعتبارها القائمة السريعة المخفية لما بدوس click يمين بتبدأ تظهر التعامل كnavogator او كتحكم في البرنامج زي برنامج ال rivet يعني ما بعمل hold وانا في اي view مثلا بيعمل pin pin تمام انما هنا ما بيبقاش فيه rotate arc يعني rotate arc زي ده بدوس shift وسكرول ويل ولف كده يعني تمام يعني بدوس shift واخزن على ال hold على ال scroll wheel وبحرك كده فبعمل rotate arc بقى اسمه rotate arc تمام وكذلك لو انا عندي الادوات دي اللي بتساعدني كذلك انا لو رحت للاليفيجن مش هلاقي اكتر من zoom in وزوم out او pin واجيبه يمين وشمال او في اي اتجاه انا عاوزه تمام يبقى المساقط والاليفيجن اتحكم فيهم زي بعض pin وكل الكلام ده لو فرضنا بعدتي كده ودست click دي القائمة السريعة بتركز على ايه fit in view او بتقوله ان عايز اروح في حتة وبعد كده هنتطرق للأوامر دي بسهولة لما نيجي نشتغل هقول له fit in view فخليها لي fit اني يسار زي يمين وفوق زي تحت بكده اكون عرفتك على البرنامج من الخارج ومن الداخل وهننتقل الى الجزء التاني من محاضرتنا الجزء التاني من محاضرتنا وهو اعدادات المشروع وضبط وجهة البرنامج وجهة البرنامج اه انا عرفت على الشمال ده خلاص المسميات ان ده tool box وده navigation او navigator الحاجات بتاعته اهي من اسميها بس الاسم ده stores ده اللي هو كأنه plans يعني ماشي ما تتلغبطش يعني الplan اللي هو مثلا الplan بتاع الارض وبتاع السطح مثلا خلاص وعرفنا ان لما بختار اي امر بيظهر لي معلومات هنا وعرفت ان اوامر التعديل هنا وكل حاجة في البرنامج موجودة في القوائم المنسدلة طيب علشان ابدأ اجهز الاعدادات الشكل بتاعي انا خلته كده افعل لما احب افتح design هفهم العناصر دي لما احب حاجات تخص زي الـ dimension والـ levels والـ test والـ hatch والحاجات دي وخطوط واعمل plan اسف اعمل section يعني وحاجات تانية زيادة بتساعدني زي كده يبقى انا خلاص لما اعاوز حاجة افتحها يبقى انا نصقت الشكل كده لو ده حابب اتخلص منه عشان يوسع للشاشة بكل بساطة هادوس هنا واقول له hide يبقى انا بزبط زي ما انا عاوز هادوس fit فكده مثلا انا عارف لو حابب افتحه افتحه من هنا فانا دلوقتي في مرحلة اعدادات المشروع هزبط الـ units وحاجات من دي وبزبط واجهة البرنامج زي ما انا عاوز لو حابب اظهر دي زي ما قلت لكم اظبط دي طيب في شوية حاجات محتاج اظهرها عشان تساعدني طيب انا قلت لحضرتك ما تحفظش اعرف ان الـ insert tab دي بيبقى فيها كل حاجة عن البرنامج لو انا عاوز ازبط الـ view ده بالاخر انا قلت الكلمة اهي لو انا عايز ازبط الشكل بتاع البرنامج فطبيعي هتوجه لإيه ليه view يبقى اي حاجة تخص view افهم وما تحفظش view لو فتحتها كده يبقى ما يخص view اللي قدامي طيب انا عاوز ادور على حاجة اسمها grid display انا عايز اظهر grid كده grid شبكة مش عايزه يبقى ابيض سادة كده لو دست هنا بصوا كده ظهرت شبكة انا برتاح نفسيا لما بشوف الشبكة دي انت مش عاوزها اقفلها دوس هنا هتتلغي تاني لكن انا محتاجها طيب محتاج ايه هو في view تاني محتاج افتح view هلاقي حاجة اسمها المسطرة rollers او roller دوس كده فتح لي مسطرة كده طيب المسطرة دي هتفيدك بايه اه هتفيدك ممكن اخد منها لو قفت عليها الناس اللي عارفة الفوتوشوب بالحطة دي لو انا روحت عند الجزء اللي هو العرض ده بتاع المسطرة ده وقفت كده بالماوس وانا مختار الراوي يعني selection لو قفت كده ولو دست click شمال وسحبت هلاقي ان سحبت خط كده سحبت خط طب الخط ده عبر عن ايه مساعد مجرد ممكن اعمل اعتبار احتود ارض مثلا واجيب من فوق من الافكي ومن الرقصي واجيب واحد تاني بسحب بالماوس بسحب كده من المسطرة دي خط كده وكأن المشروع بتاعه يبقى جوه الحدود دي خلاص مش عايزها اقف عليها فبيأكد لي ان انا واقف عليها امسك من الزائد دي واسحب كده هتلاقي سلة زبالة ارمي فيها طب لو عايز امسح دول بطريقة سريعة واتخلص منهم افتح هنا ما هدي نفس التولز ارس جايد لاين ده جريد او جايد فانا لو دوست كده فهيمسحهم كده بطريقة السكيتش اوب تحسي انت في البرنامج ده انك تشتغل بالاوتوكات وبتشتغل بالسكيتش اوب والريفت يبقى اول حاجة احنا اظهرنا ايه انا اظهرت الشبكة بتاعتي او الجايد او الجريد ماشي حسب ما تسموهم من view وازهرت المسطرة لما تدوس على اي اي ايكونة نشطة من دي تقفلها زي مثلا الشكل ده بصوا اهو لو حابب تقفل اي حاجات تانية طيب انا بعد ما اظهرت المسطرة والشبكة مش محتاج حاجة تاني ممكن الاسناب ده ماشي الاسناب لو حابب اشتغل يعتمد على الجريدز ده وده مستحب يعني مفيش اي مشاكل يا اما تفتحوا من هنا يا اما تفتحوا من هنا لو دوست كده قفلتوا من هنا اهو طيب يبقى انا كده عملت اخفاء للخرائط للرسومات يعني وزي ما قلت لك تظهرها من هنا او تقفلها وبعد كده التوجه رحت الفيو وازهرت المسطرة والجريدز بعد كده هذهب للاعدادات الخاصة بالمشروع بتاعي ده او القالب ده عشان يبقى مشروعه طب المح بعينيك كده بالزكاء انا هروح فين عشان ازبط الاعدادات دي هل ممكن اروح ايدت لا هو يقصد بايدت دي انك تعمل اي تعديلات في حاجة تانية لكن مش تعديلات المشروع لكن حلاقة حاجة اسمها option option يبقى انا تعلمت ان insert view ده يبقى اي حاجة تخص الفيو يبقى اي حاجة برضو تخص الفايلز حلاقة في الفايلز اي حاجة تخص الفيو حلاقة هنا اي حاجة تخص تعديلات الاوامر حلاقة هنا اي حاجة تخص التصميم من هنا او من هنا ادي كومنت برضو زيها يبقى option هو ده المنطق الوحيد او الاعدادات اللي المفروض اخشها عشان ازبط اولاقي فيها الكلام انا بفهمك مش بحفزك option دلوقتي انا قررت ازبط الوحدة بتاعتي انا هشتغل بالمتر ولا بالسانتي ولا بالملي دي الوحدات المترية ولا هشتغل بالوحدات اللي هي التانية اللي هي البوصة والقدم واليرضة الامبريال فانا هخش الoption tabs ادوس هنا فحلاقي حاجات كتيرة مش هشغل بالي بكل ده ان انا حلمح حاجة اسمها project preferences حلاقي حلمح بعيني حاجة اسمها البروجيكت preferences حلاقي فتح لي سهم كده وقيمة تانية حلاقي اي اي اهو الworking units وهتلاقي حاجات تانية تابع بعضها برضو حتى هتطلق فاصل كده وفاصل ان دول تابع بعض انما دي الوحدة الworking units هتدوس عليها هيفتح لك window من شكله هتلاقيه بسيط وترجمة بسيطة بيقولك model unit بيقولي الوحدة بتاعتها بال feet and inches فانا هفتح هنا انا عاوز اشتغلي اما بالmeters او الميترز او الميترز او الميليميترز براحتك انا هشتغل بالمتر مثلا وهنا بيقولي يقصد بدي decimals عدد الاصفار اللي بعد العلامة انا افضلهم اتنين بعد كده بيقولي اللي او تونت برضو وقفة على الفيث and الانش هاختار المتر او الصانتي مثلا الانجل يونت ديسيمال ديجريز ماشي انا افضل الواحدة دي فعلا بعد كده اقرب رقمين واقوله اوكي يبقى انا كده مبدايين حتى تلاقي المسترة شكلها تغير شوية تمام وممكن ااجي هنا اقوله انا عاوزي الاسكيل بتاعي واحد لمية هلاقي البنية بصو بتتغير شوية الفيو بتزبط اسهل حاجة في البرامج دي على فكرة هو الاسكيلز والطباعة والكلام ده اصعب برنامج انك تثبت الاسكيل واللوحات هو الاوتوكات وعملنا عن الموضوع ده حلقتين ارجع لدورة الاوتوكات عشان تفهم الموضوع ده اكتر انما هنا الموضوع بسيط انا مثلا غيرت الوحدات بتاعتي بالمتر وجيت هنا الاسكيل خليته واحد لمية مش هلعب في حاجة تاني من اليوتيلتز او الخدمات دي فكده ابقى فهمت ان انا رحت الابشن عشان اصبط وحدات العمل بتاعي اللي هو الوركنج يونت باية اوامر التعديل لو فتحت الابشن هنا اوبشنز وهلاقي برضو برجيك بري فرينسز لو عايز ازبط الديمينشن والكالكوليت يونتز بعد كده الزونز بعد كده الرفرانس ليفلز وحاجات تانية كتير يعني فرضنا لو دخلنا للديمينشنز دي حلاقي ان انا واقف هنا على الديمينشن بيقولي برضو الديمينشن بتاعك بالفيت ممكن تمسك كل حاجة تعمل سيديكشن عليها يعني ده الديمينشن ودي الانجل ودي الديمينشن طيب وبعد كده السيليكت ديمينشن طيب كل حاجة تعدلها بس لما انا بعدلها من هنا وتيجي تنشئها بتلاقيها برضو بالفيت فهتضطر تخش الديمينشن وتعدلها تاني فسيبها زي ما هي لحد ما تشوف الدنيا عاملة معك ايه مثلا ولو انتقلت في نيكست فوق هنا نيكست بيقولك دي ما يخص الديمينشن برضو بيقولي واقف هنا على ايه تفحصها والموضوع بسيط يعني ماشي ماشي اوكي تمام يبقى بكده اتعرفنا على البرنامج من الخارج ومن الداخل وكل الشرائط والقوائم بتاعته وزبطنا الاعدادات الخاصة بالمشروع خلينا نشتغل بطريقة جدية ونطبق اخر شيء في محاضرتنا الاولى اللي هي كافتتاحية وبداية انا عارف الناس بتبقى متشوكة بس اسمع مني لازم تبقى فاهم البرنامج اللي انت دخله تبقى عارف التولز بتاعتك فين لاما انا ما احبس ده يعني مش منطقي انك تتعلم حاجة انت اصلا ما تعرفش حاجة عنها فلازم كأنك اول محاضرة كده بنتعرف على بعض مثلا انا بتعرف على البرنامج وبعرفكه على البرنامج انا الوسيط اللي بيعرفكه على البرنامج اخر حاجة لو فرضنا ان انا حابب اعمل سيستم انشائي سيستم انشائي عبارة عن ايه عبارة عن ايه يعني معناها هامل جريد الشبكة او اللي هي الاكسيز وهامل عليها اعمدة والاعمدة دي هربطها مع بعض عن طريق الكاميرات وبعد كده هنشئ الفلور او البلاطات الخرصانية عليها البرنامج دوت تفوق على الريفت في العملية دي لو انا واقف في الفلور بيلان مثلا زي كده ثبت الاعدادات وعملت كل حاجة ومش عارف ايه ومثبت مثلا كل شيء فرضنا ان عايز اعمل السيستم دوت هتوجه الى ديزاين ديزاين هبدأ انشئ حاجة بقى جديدة هركز على حاجة اسمها الجريد سيستم بعد كده هفتح الديزاين دي جريد سيستم خليكوا فاكرين وبعد كده حاجة هنا وبعد كده امفاتح الديكمانت لو انت عاوز تبقى محترف هتشتغل بالطريقة بتاعتي دي اما لو حابب انك تفضل متدق وما تتقدمش في البرنامج وتبقى بارع فيه وتنتج به شغل وتختار اللي ينسبك سواء البرنامج ده او الريفت ده يعتبر قريب الريفت اخوات او لدعم هتلاقي هنا البرنامج بيتيح ليك انك تقدر تعمل حوائط ومسلا اعمدة وبيم وبلطات سلاب تلاقي هنا تحت في الحاجات اللي بتساعد دي مثلا لو بقفل كده هلاقي اننا اقدر اعمل ديمانشن وحلاقي تحت هنا اننا هلاقي الجريد لو انت عايز تفضل بطيء هتمسك الجريد ده وتقوم جاي هنا دايس كده راسم وما شاء الله طلع للجريد واعمل منه كوبي او واعمل واحد تاني كده كده وهكذا وهلاقي فوق الانفورميشن اغير اللي انا عايزه بس انا كده بطيء جدا البرنامج فيه امكانيات اكتر من كده ما انا هعمل الجريد ده وهعمل الاعمدة حاجة برضه اقوم طالع فوق هنا مختار من الديزاين هي الاعمدة مثلا وحاجة اقوم منزل العمود العمودة هونزل واغير فيه لو انا عايز عمود تاني مثلا اخد بالك واعدادات هحطها على الجريد يعني طب و بعدين بعد كده حاجة اقوم عامل كاميرا مثلا ربطه من هنا مثلا من النص كده مثلا هقول له اظهر اللي كأن دي كاميرا مثلا كده انت هتفضل مبتدئ لكن البرنامج بيتيح الجزئية دي الانشائية دي اللي هي الجريدز مع الاعمدة مع الكاميرات بطريقة سريعة واعدادات بتبين ان انت شخص متقدم لما تيجي تعمل الشغل ده قدام المهانس بتاعك الاستشاري هيقول انت راجل فاهم علشان اعمل سيستم انشائي بسيط بيتكون من الاكسات او الجريد او الشبكة وبتكون من اعمدة ومن كاميرات ركز معايا هتوجه الى ديزاين هقفل دول دلوقتي اللي هي الاوامر الفردية مش هتستغنى عنها هترجع لها هفتح ديزاين هتوجه لي جريد سيستم ان انا هنشئ سيستم خاص بالجريد تمام لما ادوس كده لو انا على طول على طول انت دايس اوكي فبصوا بصوا اللي قدامي ده ادي جريد جاهزة وهنزلها هنا وهأكد ان هي نزلت هنا فحقول له continue بصوا ايه اللي حصل عمل لي ايه عمل لي جريد ومثلا اواعد انتم مدخيلين السرعة انا هقدر اتحكم ايه في الاوبشنان انا كنت فيه ده اللي انجزت من غيرها زبط في حاجة هقدر اتحكم فيه الاكسات دي بعدها عن بعض سواء اتجاه اكس او اتجاه واي بعدها عن الكاتيجريز او العناصر اللي في السيستم بتاعي اواعد اعمدة بيمس لكن انا تركيزي على الاعمدة والكاميرات والبلاثات ما بتشاغل بالي او بالاواعد شفته هو عمل ايه طب لو عملنا انضوه شفته السرعة اللي هو انجز فيها وقررت اخش الديزاين وقررت اخش الجريد سيستم واتوقف هنا شوية بتلاقي كده جريد سيستم سيتنجز طيب اول حاجة الجنرال سيتنجز الاعدادات الاولية او الاعدادات العامة لما افتحها وهنقف هنا شوية ونركز مع بعض اول حاجة لما فتحنا الجنرال سيتنج دي الاعدادات الاولية او المبدئية او العامة بيقولك الجيومتري الخاص بالسيستم جريد اللي انت عاوز تنشئه ده اللي هو مربع اللي هو بيبقى فيه اكس و واي الاكسات من الشكل كده واضح او اللي هي النظام الريديال لو ضغطت هنا بيفتح لي اوبشن تاني حسب الدرجة اللي انت عايزة لكن انا هعمل سيستم بسيط اللي هو الريكتانجل تمام خلاص اخترت دي بعد كده بيقولك انت عاوز تحط ايه في السيستم بتاعك ده بيتيح هنا ليك اعمدة لما دست اوكيه على طول هو جاب لي الفوتينج على طول ماشي لكن انا هنا هركز على شوية حاجات انا عاوز لو فرضنا دي مفيش سيلكشن هقوله اللي هي تبع اللاين الانترسيكشنز انا عاوز ايه اعمدة وهلاقي سيتنج تخص الاعمدة بعد كده هقوله انا عاوز بيمس انجريد لاين تمام هعمل تشيك على تشيك بوكس ده صح وافتح سيتنج وازبط بعد كده بيقولي الديمينشن لاينز انت عاوز شكل الديمينشن وحاجات منه برضو اعدادات تخص الديمينشن وهتلاقي الديمينشن يبقى انا هعمل سيلكت على كل دول طبيعي انا عايز اعمدة وبيم وديمينشن وكده وحدخل اعدادات كل واحدة اللي هي مربوطة مع بعض ممكن افكها او اقول ان هي مربوطة مع بعض وقوله السيتنج الخاص بالاعمدة لو دست فتح لي حاجة تخص الاعمدة كده ما تسحلش عينك اقفل اللي انت مش شايف بيكلمني عن العمود اللي انا حابب احطه في ايه في اجريد بتاعي اجريد سيستيم ده طبيعي هنا ابعاد العمود اتنين سنتي في مش عارف ايه فبيقولك ان في لينك بين الديمينشن ممكن تقفل ده فتقول ان انت عاوز الاعمدة بتاعتك مثلا 30 كده هتبقى 30 متر هتقول 30 في مثلا 50 تمام العمود بتاعي 30 في 50 خلاص وهنا بيقولي الكطاع بتاع العمود عايزه مربع او مستطيل الشكل ده يقصد ان مربع او مستطيل حسب الديمينشن اللي انت حطيته هنا بعد ما فكيت اللينك بين الديمينشن بتختار هنا لو حابب العمود بتاعك يبقى دائري بتختار لو حابب تعمله ستيل اللي هو الكطاع اللي هو يبقى هنا اتحكمت فيه الديمينشن بتاع العمود بتاعي بعكية بيقولي العمود بتاعك ده هيبدأ من الفلور طبعا احنا ما لو انت متذكر هتلاقي ان انت عندك هنا اتنين يعني دور واحد الدور الارضي والطب بتاعه فهنا بيقولك ان هو هيبدأ من ايه الفلور صح كده وبيرتفع كده كده معناها ان دي رقبة مش عمود يعني انت لو متخيل احنا عندنا two levels يعني levels ارضي والطب بتاعه فهنا بيقولي الفلور اللي هو الارض بعكية هنا يقصد بهنا ايه بيقولي ان هو هيبدأ من هنا من ال home story ده ال current اللي انت واقف في ده وهيرتفع كده لكن انا هلغي دي وخليها zero انت متخيل عشان يرتفع للتاني فهقوله الطب بتاعك هقوله لحد الروف فكده فهم ان هو شايف الصورة دي بيقولك ان هو بادئ من المستوى ده اللي اسمه floor ال current اللي انت واقف عليه وهيرتفع لحد الروف وانا لغيت اللي هنا فهنا بيأكد ان الارتفاع من المستويين من zero لكده خلاص فانا فهمته هنا قلتله لحد الروف ماشي بتتحكم فيه كده عشان انا عندي بس مستويين وعملتش مستويات مفيش اي مشاكل ولو انت مش حابب دي هتقوله نوت وتديله الارتفاع هو بدء من الارض اهو فرضنا هعمل رقبة يا سيدي 150 خلاص اوكي يبقى هنا تحكمت فيه ارتفاع العمود وهنا ابعاد العمود ومش هتلعب في حاجة ثاني تمام كده تقفل دي طب نبص حاجة ثاني تخص العمود مفيش هنا الموديل اه الموديل اللي هو التشريب بتاعه تلاقي العلامة دي بيقولك ان ده هيبقى بمادة الاير مادة فاضية لأ ادوس هنا واختار مثلا كونكريت وفتحني كده حاجة تخص الماتيريال خليني ادور كده على حاجة تخص مثلا color color مثلا هلاقي الكونكريت كونكريت درك مثلا فده ما يقصد الموديل الفنش بتاعه يعني السيرفس يقصد به الفنش افتح هنا بيكلمني بيقولي ان ده الكولومن وبعد كده اسمه شوية زي بروبيرتس كده خاصة به تفحصها او انت انشائي هتقدر تفيدك شوف اللي يعجبك وبيقولك اني حيبقى العمود ده على اللير اللي هو ظاهر على متلعين ده اللي اسمه كولومنز لو حابب تغيره بس انا ما انصحكش فكده هتقول له اوكي يبقى انت كده عملت اعدادات الخاصة بالعمود طيب الاعدادات الخاصة بالبيم هفتح هنا فبينقيم لي للبيم ماشي بيقولي هنا العرض بتاعها وليكن انا هعملها تلاتين بعد كده بيقولي او بتاع البيم هقول له بوينت ستين خلاص بعد كده هتبقى في انهي فلور برضو نفس الحكاية مش هتلعب في اي حاجة يقفل دي ودي البروبرتس تفحصها الموديل بيقولك ان البيم دي طبيعي بيبقى ليها ايه ليفت سايت تمام؟ وبيبقى ليها توب وبيبقى ليها رايت سايت وبيبقى ليها البوتوم سيرفس وبيبقى ليها الاندز مادة التشطيب اللي انت حابب تحطها على الكاميرا دي هتعمل سليكت هنا سليكت هنا سليكت هنا سليكت هنا سليكت هنا وهنا هتحط الماتيريال بتاعتك هم مربوطين مع بعض لو انا غيرت واحدة كله هيتغير او يا اما فك القفل ده فرضنا الكاميرا بتاعتي دي هعملها ستيل ماشي؟ او هعملها اي مادة ولتكن مثلا خشب اخترت ده اعمل ربط لما عملت ربط هنا راح مخليلي الوجه بتاع الكاميرا والبطن والجنب اليمين والشمال البطنية بتاعتها وكل حاجة بالنفس الماتيريال دي يبقى انا بحط الماتيريال ليه؟ ليه؟ الكاميرا بتاعتي اللي في السيستن هنا بعد كده مفيش حاجة فبتقول له اوك يبقى زبطت الاعدادات الخاصة بالعمود والاعدادات الخاصة بالكاميرا خلينا نشوف الديمينشن افتح الستنج دي لو انا عايز شكل الديمينشن مختلف اللي هي الماركت بتاعته انا افضل العلامة اللي هي دوت دي مثلا وهقول له خلي دي خمسة اللي هي الفونت يعني ممكن اغير اللون شوية الوان كده واقول اوكي اوكي خلي دي واحد امص اوكي بعد كده لو حابب اغير اعدادات التوتل دايمينشن دي لو ضغطت هنا برضو نفس الحكاية لو حابب اغير العلامة اوكي بعد ما خلصت الجنرال اللي زبطت فيها السيستن بتاعي عايزه يبقى مربع او دائري وزبط الاعدادات الخاصة بالعمود والكاميرا اللي هتبقى في السيستن والديمينشن اقفل هنا افتح تاني حاجة هقول له انا عاوز الشبكة بتاعتي دي النقطة الاساسية الانكور بتاعها مثلا من النقطة دي مثلا او اي نقطة هتثبتها يعني من النقطة دي يعني هتبك في اي حتة هيبقى مسكها من فوق يمينا ولا يسارا ولا من اسفل بعد كده هتقول له انت عاوز تظهر ايه في السيستن بتاعك دي يعني معناها انا عاوز الكورة وشكل السيستن بتاعي يبقى في كل الاتجاهات فيش اي مشاكل بعد كده افتح النيمينج طيب ركز معايا لو ركزت هتلاقي النيمينج الخاص بتاع المارك دي الاكسات اللي هي هتبقى ايه و بي و سي وبعد كده دي الاكسات اللي هي الرقصية اللي هتبقى وان و تو و سري لو انت حابب تغير يعني مش عاجبك الترتيب ده ممكن ايه كابتل او ايه سمول او شرطة او شرطتين النظام ده يعني او تعكس تجيب هنا الارقام وهنا الاحرف ماشي فما فيش اي مشاكل فيها اقفل دي بعد كده افتح اخر حاجة بيقول لحضرتك لو ركزت كده هتلاقي ان دي المسافات بيقولك الهورزنتل جريد لاين الهورزنتل انت اخترت اللي هما يبقوا الاي والبي والسي والدي الى اخري بيقولك هنا حط المسافات لو عادت احط المسافة من اي و بي من اي لحد بي يعني خمسة وقلت المسافة من بي لحد السي ولتكن ستة المسافة دي تلاتة المسافة دي واحد المسافة دي اتنين المسافة الاخيرة دي ليت لو حاببت تخلص منها هتلاقي بلاس وسالب كده ان انت تقدر تضيف او تتخلص كلام ده زي ما زبطوا في الهورزنتل جريد الخاص بالاحرف كذلك الخاص بالارقام لو انا حاس ان هما كتير عملت سليكتا على اي واحد واقول له دليت بلاش عشرة خليهم مثلا قد بعض كده مثلا ستة العب في المسافات خلي دي عشرة ولا دي كبيرة خليها خمسة ودي اتنين ودي واحد ودي واحد ودي ثلاثة بعد كده انا خلاص خلصت هنا حيقول لي ان الستراكشر جريد ده هيبقى الليرز اللي هينشئ الكلام ده خلينا اقول اوكي وحلاقي ان الاكسات او السيستم جريد بقى جاهز لو انا حاسس ان السكيل واحد لمية ده مش مظبوط خليني اختار واحد لخمسين اكبر شوية لما تكبر السكيل فرضنا مثلا غيرت السكيل يعني عملت السيليكشن على الخدمات هو هنا جاهز معي السيستم من النقطة اللي انا حددتها لو حد كان متذكر وهقوم دايس كده هنا مثلا فهيقول لي لو عايز تعمل روتيت لو انا مش عايز اعمل فكده بيأكد ان انا هعمل روتيت ودوس كده فبعد كده هقول له continue بصوا كده ايه اللي حصل بدأ ينشئ لي ايه كل اللي انا عملته او كل اللي انا طلبته انه يتظبط هو اولا احترام لي المسافات اللي انا حددتها بين مثلا اي و بي بس الوحدة بتاعتي هنا مثلا بالفيت انا قلتلكم اثناء الشغل بان تظبطها بكل بساطة نزلي الاعمدة والاكسات ونزلي الكاميرات ولو حابب اتفرج على الكلام ده انا عملت فعلا مسافات بطر واحدة لو رحت اتفرج على سريدي هبصة هلاقي الرقاب لو فاكرين انا ما عملتش اعمدة انا عملت رقبة بتبدأ من هنا لحد هنا فاذا فهمت انك تقدر تعمل رقبة فطبيعي هتقدر تعمل يعني تزود هنا بس عشان عندي فلور وروف فانا قلت العمود بتاعي بقى رقبة وبالشكل ده ظهر عندي اثناء الاعدادات ممكن تبقى تقفل ان انت مش عايز تشوف الاكسس في دي فعمل لي حاجة زي كده مرة واحدة بعلامات وبعد كده حطيلي الاعمدة وبعد كده حطيلي الكاميرا طب فرضنا حابب اعدل في اللي انا مش عايزه يبقى النوع اللي هو ده خليني اعرفها الحاجة اساسية بتبقى موجودة في حاجة اسمها دي كومنت لو عملت عليها وانا واقف في الفراغ هنا حقوم دايس كنترول ايه فكده قدر يمسك لي الديمينشن كله الديمينشن كله اهو بقى ممسوك بقى معمول عليه هايلايت لونه اخضر وهطلع في الاعدادات ان انا دوس كليك يمين مثلا هقوله دايمينشن سيليكت سيتنج اعمل فيها تعديل سيتنج خاص بي الديمينشن وممكن اقوله ان انا عاوز الديمينشن بتاعي اعدى هنا قلعب فيه اغير في شوية حاجات براحتك دي طريقة تغير اللي انت عايصه طب انا عايز اغالى في الديمينشن الوحدة بتاعته اروح العملت سيليكت هنا ووقفت هنا ودوس كنترول ايه فعمللي سيليكشن عليه انا عايز اعمل حاجه تانية عايز اروح عندي este 처ديمينشن واروح افتح الديمينشن واختار الديمينشن واجي هنا الديمينشن ده عبارة عن ايه عن who اللي هو هو هنا حاجة اقول له ان انا عايزه بالمتر وعايزه لقارب رقمين بعد العلامة اوكي اهو اتعدل زي ما انا عاوز اتبالك طب الاعمدة دي موحدة ما انا ممكن امسك اعمل سليكشن اختار اداة الراو اعمل سليكشن على العمود ده هو كده مسك الكاميرا يعني لو انا عملت سليكشن على العمود التعامل مع السليكشن انا كده عملت سليكشن على العمود فالعمود اللي قدامي ده موحد عبارة عن بدء من الزيرو طالع رقبة هنا مية وخمسين بقى ممكن اغير الماتيريال شوية حاجات مندي لو دخلت هنا حابب اغير في العمود اي حاجة ازود الارتفاع بتاع العمود ده افتح هنا اخلي العمود بتاعي ده انا عايزه خمسين في مية مسلا انت عملت كل حاجة مرة واحدة لكن تمسك بقى اللي انت عايز تغيرهم وليكن ده واي واحد تاني زيه وهقول ان انا مش عايزه الارتفاع ده انا عايزه تلاتة متر تمام وقول له اوكي بص العمود ضمر الدين متخيل متخيل فهمت لو حابب تغير يعني انت اه وحدت السيستم لكن هتيجي بعد كده يعني انت فرضنا انت عندك اكتر العندان تلاتين فاربعين اللي هما مثلا على الداير وبعد كده تيجي عند اللي في النص وتغير اللي انت عاوزه هنا بقى نتكلم عن السيليكشن بطريقة سريعة مفيش اي مشاكل بكده يكون تعرفنا على اول شيء في محاضرتنا هو التعرف على البرنامج والحصول عليه وضبط الاعدادات المشروع والوحدات بتاعته وازاي تعمل سيستم انشائي اشكركم لمتابعتكم وشكرا وإلى اللقاء في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة